اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم اجيب شانجيما رسولد معكم محمود بيبو حلقة جديدة ودسك اوف دراجون سيرفايفر النهاردة يمكن حلقة مش تبقى كبيرة النهاردة هنشوف خريطة معينة ولكن هنعبها تلات مرات بالتلاتة دراجون اللي معنا الخريطة نفسها هي معمولة عشان تلعب كل مرة بتنين من التنين طبعا دسك اوف دراجون احنا عاملنا فيديوهات كتير عنها فاي حد يقدر يلعبها على الموبايل وت كمان يقدر ينزلها على الكمبيوتر. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا طبعا بنفكركم بهدفنا ان شاء الله ان احنا اصل لخمسة الاف مشترك الفترة الجاية فاي حد بتفرج علينا مش دايس عزران متابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس ويلا بينا نروح نشوف الخريطة. خريطة اسمها ايه? خريطة يمكن موجودة على جنب اه اللي هي او قبر التنين. فقبر التنين موجود منه تلاتة. انشانت دارك دراجون تومب وانشانت فاير دراجون تومب وانشانت ايز دراجون تومب. انا مش عارف هل لو فتحت تنين تانية هيبتدي يفتح لي بقية الحاجات لو لا لأ لان هما دول التلاتة ان معايا. هما دول التلاتة ان معايا. وناخد بنا ان فيهم مستويات ضخمة. يعني نورمل هارد نايتمير هيل. ومع كل واحد المستوى بتاع الجوائز بيزيد. وطبعا هو في الاساس معمول عشان يسهل على الناس انك تقدر تجيب وتقدر تستخدم الموجود. يمكن احنا شرحنا الكلام ده كله في الفيديو بتاع التنين. اي حد محتاج يرفع مستوى التنين محتاج يرفع او يعرف ازاي يقدر يرفعه يقدر يستخدم الهيلة. طبعا احنا هنا لما اجا اروح اول مرة هيقول لي. آآ ان آآ لا انت لازم تطلع التنين الاول. بمعنى ايه? ان انا لازم اخش جوه الماب واطلع التنين. يعني انا هنا انا معايا الفاير دراجون فهنبتدي نروح على الدراجون تومب ونبتدي نروح على الانشنت فاير دراجون تومب. تمام? مجرد ما بخش جوه هيا الماب مش صعبة. طبعا احنا بنرعب اول مستوى. لان لسه المستويات اللي فوق زي ما انتم شايفين كده دي بتاعتي. ولكن انا مش هستخدمها. مش محتاج او انك آآ تستخدمها ان ما فيش اصلا المكان يمكن صغير وهو الخريطة ما فيهاش غير بص وفيها دراجون. وناخد بالنا هنا دراجون ضرب على طول. ماشي? ولكن يعني الموضوع مش صعب. آآ زي ما انتم شايفين كده احنا قتلنا الدراجون نفسه. وهنا اللي نبتدي نضرب التنين. تنين كبير صحيح ولكن سهل انك تقتله. بس خلاص كده. المهم ما خلصت كل اللي هنعمله ان احنا خدنا الحاجة من اللورد اللي موجود او البص اللي موجود. هي دي الخريطة ببساطة جدا. هل ينفع اروح مسلا ببتاع الفاير اروح الماب بتاعة الايس هيرفض? طول عشان كده هممكن اول ما دخلنا انا كان معايا الفاير مارضيش يدخلني الخريطة. فا آآ كل اللي هنعمله طبعا هنرجع البيت نطلع تنين تاني او نطلع آآ دراجون تاني غير اللي موجود ونبتدي نروح للماب اللي هو عايزها يعني. مسلا عند الدارك هنروح بالدارك الايس هنروح بالايس. وكمان عشان التنين ياخد نقاط الخبرة اللي موجودة. فيبقى منفعة من الناحيتين. وطبعا خلي بالكم مع كل المستوى المستوى هيزيد هيحتاج دفاع اقوى وهيحتاج القوة بتاعة الفاير باور بتاعتك اقوى. وناخد بالنا فوق اوفر لوب اوفر لورد دروبس ريسيد دي لقات خمسة. يعني كل يوم الساعة خمسة تقدر تلعب تاني. وليك انك تقدر تاخد تلعب الخريطة ثلاث مرات في اليوم. طبعا احنا هنروح دلوقتي ناخد دراجون 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 بتاع يمكن صغانطة تخالص. لسه جلبان. الليفل خمسة وعشرين. وهنبتدي نروح برضو الى الخريطة وهنا من الدراجون هنختار بقى دراجون هنبتدي نروح عليها ونبتدي نخش. طبعا مش هنقدر نروح على التالتة بقى نخليها التالتة او مش هزا بنطلع برة. هقاريكم ازاي نقدر نروح دلوقتي من جوة الخريطة. هلاقي برضو موجودة اهو زي ما انتو شايفين اول واحد بيجري عليها. وهتلاقوا التنين كمان آآ موجود. ولكن التنين يمكن واقف بعيد شوية وبيضرب بطوة الدارك زي ما انتو شايفين كده الكهرباء اللي طريع دي آآ دارك. ولكن التنين بتاعي برضو عشان غلبان شوية فاخدنا وقت عبان لما قتلناه. واخدنا الجواز اللي موجودة. يمكن اتنين دارك كريستل والهرتج اللي موجودة والبلاك آآ آآ دي برضو اللي احنا بنعمل لها عشان نقدر نستخدمها. طيب. هو انا ينفع. اجيب التنين تاني من هنا اهو ينفع. اجيبت اهود التنين بتاع الايس. ولكن ما اقدرش اخش على الماب تاني. لازم اتحرك برا. ليه? لان انا بختار الماب قبل ما اروحها. فهطلع على اي خريطة تانية ومن داخل مختار آآ آآ دراجون تومب. وهرجع عليها. هيبقى معايا التنين بتاع الايس. وهنخش نلاقي الراجل بتاع الايس او الايس لورد اهو اللي موجود. او البوس اللي موجود. وهنلاقي التنين التنين بتاعه يمكن اول ما دخلت امضارب عليا بالتلج. فالتلج انا هو مثبتني في مكاني ولكن الشاشة ما كانتش جايبة ان انا ثبت في مكاني حتى مش عارف اتحرك. تمام? هنا لحد لما قربت منه شوية عشان اقدر اضربه بالاسهم وكده ضربته ودي كده خلاص احنا خدنا الجايزة وطبعا آآ الليفل واحد دي آآ دي من الخصائص بتاعة التنين. ان هو يزود الهيلس بتاعتي عشرة في المية. ودي طبعا آآ شفناها يمكن في الحلقة بتاعة التنين. اهي زي ما انتو شايفين كده هي العلامة اللي موجودة دي مع التنين بتاع الايس. يمكن الفيديو بتاع نهاردة كان صغير. عارضنا فيه التلات خلائط وزي ما انتو شايفين كده قدرنا ناخد كريستالات وناخد هرتج وناخد اللي هو الحجارة البركانية السجاجية. ونقدر بعد كده نعمل لها لان هي دي اللي احنا بنستخدمها في تطوير التنين. واي حد ما اتفرجش على الحلقة بتاعة التنين يتفرج عليها لانها حلقة مهمة جدا للفيديو بتاع النهاردة كان صغير ولكن كنا بنعرف فيه بيمكن دول من التلات التنين اللي معنا. لو حد عنده تنين رابع يقول لي هل هيظهر بعد كده تنين مكان او ما بربعة ولا لا? واحنا بنقفل الفيديو بتاعنا بنفكركم هدفنا ان شاء الله ان احنا وصل لخمس تلاف مشترك الفترة الجاية فاي حد بتفرج علينا مش دايس ازراء متابعة يدوس عليه وكمان افاعت زرار الجرز واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم اشتركوا في القناة